من 3-4 ايام كنا تكلمنا هنا مش عايزة اقول انفرضنا والكلام ده لكن يعني كنا تكلمنا في مقدمة البرنامج وقلنا ان لجنة التظلمات لما قارت العقوبات الاصدار اتحاد الكرة المصري على شيكابالا كان العقوبات دي مش يعني تحس ان هي مش مزبوطة فحتى قلنا ساعتها المستشرة عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات هيخفف العقوبة على شيكابالا وقلتلكوا على وجه التحديد يا اما هيبقى 3 شهور او 8 مطشاط وده كان يعني بفضل طبعا فريل اعداد عندي احمد درويش وعراقي وكل فريل اعداد بصراحة جابولي اخبار مميزة جدا وطلعنا قلنا الكلام ده والنهاردة حصل نفس الكلام خلينا بس نشوف كده احنا قلنا ايه من 3-4 ايام افكركم شان برضا انا بحب الحاجات دي لما نقول حاجة وبعدين بتحصل نفكركم وبعدين نعلق بقى على قرارات لجنة التظلمات النهاردة بالنسبة لشيكابالا وفيه عقوبات اخرى على حزم امام لاعب الزمالك وعلى نادي الزمالك فيه غرامة مالية هنقول لكم التفاصيل بعد ما نشوف المقطع ده تواصلنا مع المسؤولين في اتحاد الكورة وانتوا عارفين ان اي عقوبة لما بتتاخد بيبقى فيه تظلم او استئناف نادي الزمالك عمل تظلم على العقوبة وطبعا فيه حاجة اسمها لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشورباجي داخل اتحاد الكورة المصري ويعني من خلال اخبارنا او كواليس داخل لجنة التظلمات عرفنا ان اللجنة لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشورباجي مش راضية على القرار اللي اتاخد باقاف شيكابالا 8 شهور وبيقولوا ان القرار يعني فيه ظلم شديد وان العقوبة كبيرة على شيكابالا دون داعي وبالتالي خلال الفترة القادمة لجنة التظلمات هتخفف عقوبة شيكابالا طيب ده احنا قلنا من 3 يام اللي قلنا من 3 يام حصل النهاردة وفعلا لجنة التظلمات خدت قرار بتخفيف عقوبة شيكابالا عقوبة شيكابالا كانت 500 ألف جنيه غرامة مالية وإقاف 8 شهور النهاردة لجنة التظلمات خدت قرار بإقاف شيكابالا 8 ماتشاط وغرامة مالية 250 ألف جنيه وخدت لجنة التظلمات بتقرير حكم المباراة كابتل محمود عشور وايضا مرائب المباراة فكده شيكابالا هيتوقف 8 ماتشاط وغرامة 250 ألف جنيه ده بالنسبة لشيكابالا واللي انا عرفته برضو ان شيكابالا يعني حيتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية والفيفا ان هو مش راضي عن العقوبات دي ده اللي انا عرفته ان شيكابالا او نادي الزمالك حيتقدم بتظلم او بشكوى للاتحاد الدولي ولمحكمة الرياضية الدولية عشان يعني شيكابالا مش راضي عن العقوبات دي هيقدم شكوى ضد اتحاد الكرة المصري ده اللي انا عرفته من الكواليس برضو بالنسبة لشيكابالا كان فيه عقوبتين تانين لنادي الزمالك والحزم امام حزم امام كان اتحاد الكرة قرر ايقافه اربع مطشاط حزم امام لعب الزمالك قرر ايقافه اتحاد الكرة قبل كده اربع مطشاط وغرامة مالية مئة الف جنيه بسبب السلوك الغير رياضي فالزمالك كان قدم تظلم الزمالك قدم تلت تظلمات تظلم على عقوبة شيكابالا وتظلم على عقوبة حزم امام وتظلم على قرار اتحاد الكرة بتغريم نادي الزمالك 200 ألف جنيه إن كان برضو الزمالك اتغرم 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أرض الملعب في الشوط التاني في مطش الزمالك والبنك الأهلي اللي كانت آخر مباراة للزمالك في بطولة الدور فإزنادي الزمالك تقدم بتلت تظلمات التظلم الأول بتاع شيكابالة اتقبل وتم تخفيف العقوبة من 8 شهور لـ 8 مطشات من 500 ألف جنيه غرامة لمتين وخمسين ألف جنيه غرامة على شيكابالة التظلم التاني بتاع حزم ما ما تقبلش إن أساساً ما ينفعش تعمل تظلم على لعيب موقوف 4 مطشات أقل حاجة عشان تعمل تظلم على إيقاف لاعب لازم يبقى فيه قرار إيقافه 8 مطشات أو 6 مطشات فتعمل تظلم ممكن تتخفيف العقوبة لكن ما يكون لعيب موقوف 4 مطشات أو فيه قرار بإيقافه 4 مطشات ما ينفعش تعمل تظلم ما ينفعش تعمل تظلم على قرار إيقاف لعيب 4 مطشات فاستمرت عقوبة حزم إمام إيقاف 4 مطشات وغرامة مالية 100 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي لحزم إمام بالنسبة للتظلم الثالث اللي الزمالك قدمه على موضوع 200 ألف جنيه برضو اتحاد الكورة يعني قرر قبول التظلم شكلاً ورفضوا موضوعاً يعني ده معناه إن نادي الزمالك برضو هيدفع 100 ألف جنيه عقوبة أو هيتخصم من حساب نادي الزمالك 100 ألف جنيه عقوبة على السباب الجماعي للجماهير يعني سبت اتحاد الكورة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي وأيضاً بسبب نزول أعداد زائدة من المسؤولين في نادي الزمالك في الشوت التاني ده بالنسبة للعقوبات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها